اشتركوا في القناة سيسا زخيار رح نحكي كمان عن الخدمات ياللي بتقدموها بهالظروف كمان امان هايني كيف تأسستوا اي ما توليه الصورة كايتنج بلشت فكرة مهضومة نحن عنا ثلاث شركة سو قررنا نعملها وبلشنا تير عصغير وكتر خلال هالا عم نكبر وفيه بوتانشيل كتير زول هالاوضاع البشحة بالبرد مين بيحب الاكل منكم؟ كلنا من حب الاكل بس بحبوا تاكلو او بتحبوا تطبخو حدا هايك بحبوا يكون عندو بكي عم لا انا بحب ايكل الاكل موضوع بحب ايكل اكتر موضوع بس هي كان فيه نوع من هابي للأكل او هيك حدا جورمير شوي يعني احنا الباجروند طبعنا كله مانجمنت هسبيتاليتي مانجمنت وقاكل وكل اشي اوكي فكان حلو انو الشاف معنا هو كنا عم نعمل شراكيس وفتنا بصورة كي تلك وهيك بلشت يعني فيه خبرة كمانا بيه هاي ده شغلتنا يعني هاي ده نشتغلها من زمين نعم جيستين يعني طبعا بده يكون فيه ديفالوبمنت بده تتطور هايك امور خصوزة اذا بلشت هايك فكرة بسيطة من سنتين لليوم كيف تتطورت وين صرتو؟ من سنتين لليوم يعني نحنا عم نشوف اول شي يعني الماركت شو بيتطلب نعم قررنا نحنا عشراكي انو نكون عم نتبع يعني الماركت شو بده شو في اشياء ترندي شو في اشياء ابتو ديت من الاكل للدس بلاي للساتينج وبنفس الوقت كل شي خاصه بالماركتينج يالي هو مسلا السوشال ميديا اكيد يعني الاشياء اللي بنعملها الديكوريشنز للسحون للبلاترز طبعنا هو اللي كله بيساعد وشوي شوي word of mouth والطعم هي اساس كبشي اكيد ادي صرتو بالتيم وكيف الصمته لانو زكريت هالأجوتين شغلة كتير مهمة يلي هي الديكوريشن يلي هي كمانة ترانسبور عندك يعني في تفاصيل نحنا ما كتير من انتباه لها نحنا منروح مندو اكل طيب ميا ميا هي الكاكيترينج هي فيها كتير ديبارتمنت فيها ديبارتمنت فيها المطبخ فيها ديبارمت الترانسبورتيشن فيها السيلز فيها البي ار فيها السوشال ميديا فيها اكسسواريت كمان بين البلايات بين الكليينكس بين كل هولي صحيح هي اشي كتير حلوة وكتير صعبة بس ما حدا بيعرفي توصل عند الانديوزر يعني بتوصل وانو فيها كتير بروسيدور تتوصل عند الانديوزر لانو في سلامة الغزاء ويلي هي اهم شي كمان كيف بتقدروا تتابعوا هيدا الموضوع اهم شي يعني اول شي بالمطبخ يكون هايجين كله مرتب كله نضيف كله شي اهم شي كيف ينتقل الاكل عند الانديوزر هو من براد لبراد اهم شي وينزل صح واتايم يعني ما يغضو فيه جيستين اليوم شو الخدمات اللي بتقدموها اولا مين ادي عدد الاشخاص اللي ممكن تقدروا تغطو باي مناطق يعني كلها التفاصيل اول شي نحنا ويكوفر اول اوفر لبنان كل مناطق بلبنان الكيتيرينج يعني بيبلش تقريبا من سيكس بيبل اند اوب بين ملحالات محوالات او حيات محوالات 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 مدات التفاصيل يعني اول اوفر ويعني هو بيبلش من ستة اشخاص وطلوع ويعني هيك يعني أنا لا أفيني أعزمكم على العزة وأطلبنا عن صورة يعني كأنه دليفوري صار عشوية دليفوري بس مع شوية تويست هاي أنت عن الدليفوري أه أنت تعزموني منتبهت مقبولي العزي نحن من يعني من سيكس أنت أبوف يعني عم تحكي سمول إيفانت بيج إيفانت ودينجز عمادة أول إربانة خطبة كله هوري سوية بانتز على عدد الأشخاص ما تفرق بس اليوم لما عم نحكي مثلاً عنا ست أشخاص أو عشر أشخاص على العشا بدنا نطلبهم قبل بوقت قد ما يكون عنا حداً أكتر أو عدد أكتر أكيد لأنه نحن هي منا مطعم نحن كل شيء بري أوردر قبل قبل ثلاثة أيام لأنه أنت مانك مطعم بدي يحضروا وكل شيء سو هيك أكيد قبل مش مظبوط يعني مش متل سيستام دليفوري أكيد كنا عم نمزح بالموضوع بس هو حتى لو عنا عشاء بالبيت منحضر قبل بثلاثة أيام بالنسبة للتحضير جستين بنا نحكي كيف بيتم التواصل كيف منقعد كيف وهن منحكي معكم يعني كل هالأصص كيف نعمل الميتينغز عم نشوف أنا التألهيتوني هلا عم نشوف البلاترز عم نحكي عن كم منو جستين هون بما أنه بلشنا نشوف الصور هو بيسيكي مقصوم تومانيوس في عنا الانترناشنال كويزين وفي عنا ليبانيز كويزين وفي عنا ليبانيز كويزين وهو هون عم بيقطع كذا بلاتر من أبيتايزر سالات بلاشو أوكي من أكيد ميت فش تشيكن صحيح صحيح زخيا كيف بيتم يعني التواصل معكم قبل بيقدة وكيف بتختار نحنا بتتم التواصل معنا عن دفون أو على السوشيال ميديا دي ام على الانستاجرام هل عم يمروا عليك الحركة للعنامين أكيد نحنا نحن نحوذ أهم شيء أنه الابروتش كم مضبوطة ونرد غري وهيدا الابروتش تبعنا وأكيد إذا في شيء يتطلب لميتنج بيكون ميتنج بنعمل ميتنج أكيد إذا أوردر مثلا صغير لعشرة مش ضروري نعمل ميتنج بس أنه لما عم نحكي عن إيفانت أكيد إيه كلما يكبر إيفانت مضروري نعمل ميتنج مضروري نتعرف على العالم أكدر تصير فيها الابروتش حلوة أكيد لأنه غير ما نقعد مع بعض غير ما نحكي على التليفان أو على الواب ممكن تبلشو بره بفروعة بره أو بعد لا هلأ ما في بلان منها النوع؟ أكيد يعني القيم طبعا آخر شيء أنه أكيد بدنا نطلع لبرا بس أنه كل شيء بوقته حلو يعني تنكون نحنا سوبر رادي تنكون عنا هون وبررا جسين بلش يتحضر موسم الأعراس كيف عم بتحضره لموسم الأعراس قد المكسيمم اللي بتقدروا تستوعبوه من كمية الناس كمية التحضير بيكون أكيد أول شيء باللايف ستيشنز بالنو منيوز سنة عم سريع بدنا نغير كمانا نحنا بدنا نكون عم نلفت على شيء نحنا كسولا كيترينج ويدوه هو التابل ست أب طبعا بيوفي نحنا كبين عم نهتم من أصغر الدتايب هو البلاترز هو الست أب كدكور طاولة لأنه هيدا الترند هلا للسوشيال ميديا أكيد السنة واحدة من التحضيرات أنه أكيد السنة واحدة من التحضيرات أنه تقريبا نخد نعمل إكسابشن إذا كان فيه داي وادنج ليه؟ أنه الوبراشنز داي وادنج بنهار أسرع أهيان بالليل تارفق فيه بيكون أطول الكنسة طبع الوادنج في أهضم منكب بوجرنا تردين واو أوكي والسوشي ستيشن هون عم نشوف كل الأجواء أو الستايلز أو كل المانيوز اللي عندكن إياهون قبل بأدي لازم يبلشوا يحضروا العرس ولكم شخص عم نقول قبل بأدي هن العرسين لازم يحضروا العرس معكم يعني كاكيتوري وكل ما كان أحسن لأنه بياخدوا كل شي بياخدوا من الفنيوم من الأكل من كل شي صوف قبل بسنة هي أحسن شي يكون أخذين عرار يعني اللي بدو يتجوّس من صيفية صيفية دمير فانتكات لازم دمير فانتكات يحجز أحسن بس اليوم أوقات بيصير في يعني كعرة أكيد بيصير أكيد بتصير مش مش هي مش عبرة بيجوا أوقات عرسين قبل بشهران إذا كانت الديت أفايل بالوهاك سو أكيد لحنشوف فيديو كمان حضرتونا سوى من رجع متابعنا وإياكم التفاصيل شوفنا أجاب بعض في فيديو تاني بعض شوية رحمن شوفوا أنا وإياكم كنا عم نقول إنه أوقات بيصير في رش بالوقت يعني عم نحكي مينموم 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 قدة ثلاثة شهر أربعة شهر بيمشي الحال؟ أكيد بيمشي الحال ويمشي الحال هما شيء الديت تكون موجودة لأنه نحن الأوبريشن مثلا إذا عم نحكي عرس ما مناخد أكتب من عرسين بس كهوم كيترينج وكيفنت صغار وليه ما في مشكلة ما في مشكلة أبدا بالعكس أسبوع بيمشي الحال تقريبا أوقات بيجوا عالم بيجيهم عزيمة فجأة سو منطر نطر نعملهم أغفلها 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 أكيد بيكون في تغيير دايم مثل ما قلت جستين بالمانيو لو حتى كمان حتى الأعراس ما تكون بتتشابه موظبوط قدي بده شغل هيد الشغل هيدا يعني موظبوط هون زخيا والشاف هي خبرتهم فيها الكونسالتنسي تشوفي كمان الزبون شو عم بيطلب يعني كل سنة عن سنة تايز طبع زبون بيطلب يعني لأيت لي هلأ الليبانيز كويزين عم بيجرع يكون طاغي بوذي تويست سو ياس بدأ تحضير وهيدا يعني واحد من النجاح طبعاً كتير صعب انه نشوف هيك شي ومندوق حقيقة لأنه عن جد كتير هيك بتحس فراش الأكل الألوان طريقة البرازنتيشن يعني كله هيك بيعطي عن جد رغبة انه نكون عم هذا أهم شيء أهم شيء أهم شيء صح لكن لنا كم شخص ماكسيمم فينا نستوعب بالأعراس للناس اللي عم في نس لانه جاي من بره كمان لكن نحن من ستة لألف وخمسة يعني من توويكس كان عندنا بيج افانت تبع عوائل كفوري بينسي عجرم كان في 1500 شخص نحن كنا الكيترين تبعهم كانت محاولة مع الكيترين كمان كانت كثيراً جميلة لذلك لا يوجد عدد يوجد محاولة في عالم بدأت تطلب ونحن نقدم أنا أقول أنه عن جد نستطيع أن نكون محاولين منك لأنه بها الظروف صعبة عم تقدروا تقوموا بها العمل الحلو إن شاء الله لقدم وإن شاء الله أكيد بتصيروا بكل أنحاء العالم أهلا وسهلا فيكم زخيا دكاش واجستينا عطلة سولا كيترينج أكيد العنوين كلما رأيت على الشاشة رح ناخذ بريك شكراً لك